المنتدى الجزائري الأمريكي حول الطاقة المزمعي إجراؤه أوائل شهر نوفمبر المقبل من شأنه أن يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين فيما يخص قطاع الطاقة كما سيعرف هذا الحدث مشاركة كل من الشركتين الوطنيتين سوناتراك وسونالغاز من الجانب الجزائري فيما سيمثل الجانب الأمريكي ثلاث شركة هامة في قطاع الطاقة بهدف القيام بمحادثات حول الطاقة التقليدية والانتقال التقوي ومشاريع الطاقة المتجددة سيم الهايدروجين الأخضر وحتى في الاستكشاف المنجمي شركات أمريكية كبرى تقوم الآن بمحادثات مع الجزائر نحن نتكلم عن شيفرون وأكسون كل الممثلين سيكونون في واشنطن هناك أكسيدونطال بيتروليوم المتواجد حاليا في الجزائر والذي يعمل مع سوناتراك ترقية هذه العلاقات يعززه القانون الجديد حول الاستثمار الذي يضع الجزائر في مستوى المعايير الدولية من حيث الجاذبية بعد تطبيق القانون الجديد للاستثمار يمكننا القول أن هذا القانون سيضع الجزائر في مستوى المعايير الدولية من حيث الجاذبية خاصة أيضا أن بقاء هذا القانون لمدة عشر سنوات سيكون بمثابة ضمان للمستثمارين الجزائر ولتعزيز تواجدها الاقتصادي على الصائد العالمي استراتيجية تسعى لتحقيقها أولى محطاتها تنويع الشركاء الاقتصاديين والمنتدى الجزائري الأمريكي خطوة أولى في انتظار خطوات أخرى مماثلة اشتركوا في القناة